بما اننا في ذروة الموسم تعالوا نحضر مع بعض وصفة قديمة جدا من التراث الحلبي بامية بعمها محشي ووصف لانت تكرر بالطعم والنكهة ويلا بينا نبدأ بداية في عنا كليا ونصف باثنجان كليا ونصف كوسة إضافة ل750 جرام بامية فرش راح نقم معها ومعنا اليد المساعدة هي الشيف سارة اللي شايفينا بدأت معي من البداية لان نهاية ما تركتني لآخر حبة محشي وحبة بامية بمجرد ما قمعنا البامية راح نبدأ نقمع الباثنجان والكوسة ونزيل الطرف غير صالح للأكل على هذا النحو الشكل اللي شايفينه حضرتكم وطبعا هي الوصفة تحضر غالبا بالباثنجان الميبس الممون والقرع ولكن احنا اثرنا نحضرها بالفريش الكوسة والباثنجان الان بعد ما قمعنا الكوسة والباثنجان وزيلنا الأطراف غير صالحة للأكل راح نبدأ بالحفر أداة الحفر أو المأورة ونسحب لب الكوسة والباثنجان طبعا لوب الكوسة والبثنجام يتحضر فيهم كذا وصفة ولكن رح يكونوا وصفات منفردة عن الوصفة الرئيسية نحضرها معكم الآن وكما عودناكم على الاختصار والسرعة وإيصال الجوهر والمضمون رح نحاول ناختصر قدر مستطاع حتى يكون الوقت مليء بالفوائد ومليء بالمعلومات القيمة الضرورية للوصفة الآن وبعد ما فرغنا من صحب لوب كامل الكمية رح نبدأ بتتبيل الأرز في عنا كيلو ونصف أرز نصف كيلو لحمة 250 جرام دهنة نصف كاسة زيت نباتي إضافة لملعقة ملح ملعقة سبع بهارات أو بهار حلبي ورح ننزل عليهم ثلاث ملعق المعجون الطماطم ونأتبعهم بنصف كاسة ماء حتى تكون الحشوة مرنة وطارية وبهذا المقام أحب أنوه وأنبه عن موضوع جدا مهم بما يخص عيارات أو مقادير الحشوة تعتمدوا على حاسة التذوق بعد ما توضعوا المكونات كونه مختلفين من بلد أما فيما يخص الحشوة فينبغي ترك عقدتين من الأصبع فارغ داخل الأشرة سواء كان بثنجان أو كوسة حتى نضمن الأرز يتفرفد ويتفلفل أثناء الطهي بالمرأة ويأخذ حجمه الطبيعي كما جرت العادة وبالنسبة لحجم الأشرة وعلى وجه الخصوص بثنجان غير متوفر البثنجان البلدي إلا نوادر أو تواصي ولهذا الحد والقدر منكون فرغنا من حش البثنجان الكوسة والتكافأ واضح بما يخص الحشوة والأشرة رح نبدأ على طرف بالبامية 200 جرام دهنة رح نسليها ونزل عليها بصل مفرومة إضافة لنصف ملعقد ثوم مهروس طبعا نحن عملنا توافق بين الثوم والبصل حتى تطلع بنكهة المعهودة وبتحبوا تضيفوا كلنا على حدة أمر عادي لكم نصف كيلو لحمة قروف مفروم الشكل ناعم ملعقد ملح ربع ملعقد بهار حلبي السببهارات رح نحرك مباشرة رح نزل البامية بعد ما غسلناها وصفيناها 750 جرام ورح يكون التقليم عن طريق الأنات والرفق حتى ما تنهمس معنا والتنسيف على حد سوا وبعض مضي 20 دقيقة على أليا متل ما كون شايفين أخذت لون مائلة ذهبي بالنسبة للعض الخارج العلوي رح نزل حبتين من الطماطم مسحوبي الأشر ومفرومات مجرد ما حمسناهم كمان ذبلو رح نسحبونا على طرف الآن رح نطفي تحت طنجرة النار ونبدأ نصف الكوسة طبعا الكوسة يأتي بقوام صلب كون البثنجان الاسفنجي فالبثنجان دائما بيسبو الكوسة بالنضوج فمنوضع الكوسة على عكس الكوسة البلدي والبثنجان بسوريا منوضع الكوسة بالأسفل والبثنجان من أعلى ورح نبدأ نجهز المرأة كعيار أربع ملعق معجون الطماطم ومثل ما تحدثنا بتعتمدوا على حاسة التذوق أثناء غالي المرأة بتضيفون الإضافات اللازمة رح نوضع ما يقارب خمسة تورا من الماء ورح نزل البامي على سطح البثنجان والكوسة مثل ما يكونوا شايفين حباتها واقفة وماشاء الله قوامة رائع رح نزل الآن المرأة وطبعا المرأة لازم ما تكون مبالغ فيها لازم تكون لهذا الحد على حفة المحشي وحفة البامية أكثر من هيك بتضيع الطعم رح نغطي مجرد ما غلط معنا بداية رح نزل دبس رمان كاسي صغيرة الحجم طبعا دبس رمان أصلي بحال ما كان أصلي فبتضيفه أو بتضعفه الكمية رح نحاول نزل دبس رمان ونخطب المرأة عن طريق المنعقة مثل مظاهر أمامكم ورح نغطي المحشي على نار المنخفضة جدا لمدة ساعة وعشر دقائق ساعة وربع على أبعد التقدير وبعد انقضاء ساعة وربع بالضبط طريقي هذا الشكل اللي شايفينه والمنظر والمشهد المغري تحفة فنية وصورة في الكلورية من تراث مدينة حلب القديم معروفة من الوصفات القديمة ودائما بتكون الصورة أبلغ بالتوصيف وأبلغ بإيصال المضمون والرسالة على أكمل وجه وأتم صورة البامي بعبها محشي أو يحب العب الحلبي من المطبخ الحلبي التراثي ومثل مظاهر أمامكم القشرة نازلة مع الرز المفلفل داخليا والدسم اللي طيفي على سطح الطبخة ما شاء الله وعلى فكرة ليس فقط بالشكل بل بالمضمون والطعم باعتقد وسطكم الرسالة على أكمل وجه وأتم صورة إذا عجبكم الفيديو يرجى الضغط على زر العجب الصفحة والشير والكومنت واللايك حتى نستمر ونوافيكم بكل مواجه جديد إن شاء الله ولهذا الحد منكون فرغنا أنا والست سارة من تحضير وصفة البامي بعبها محشي وحب العب الحلبية وطلعت بطعمها ما شاء الله طبعا ما نقدر نتكلم عنها لأنها بحد ذاتها تتكلم عن نفسها وتعتبر من الوصفات الترافية لمدينة حلب راح ندوء طبعا بداية سارة راح ندوء ورح تعطينا رأيها بالوصفة بدون يعني مجاملة شلون؟ طيب كتير لا شوي كتير كتير تنصحيني حضروها ايه تمام توكلوا الله حضروها حيا كي أنا معكم الشيف محمود درويش من المطبخ خرافي وإلى وصفة مقبلة